بياناتي هي ملكي الخاص وما في أي شخص بيملك الصلاحية أنه يتحكم فيها جوجل درايف ووان درايف والدروب بوكس جميعها خدمات محتكرة وصحيح أنها مجانية لأنه السلعة هي أنا وهي بتستخدم هاي البيانات لأغراض التسويق في حين أنه نيكس كلاود هي خدمة تخزين سحابي حرة ومفتوحة المصدر وأنا الشخص الوحيد اللي عندي إمكانية التحكم بهاي الملفات والبيانات وما في أي شخص بالعالم يقدر يوصل لها غيري أو للأشخاص اللي أنا عاطيها صلاحية الوصول للخدمة أو للتخزين السحابي بحد ذاته فخلينا نشوف كيفية تثبيت نيكس كلاود على سيرفر ديبيان من الألف إلى الياء طبعا إذا بدك تستخدم أي توزيعة تانية استخدمها أنا ما رح وقفك عن استخدامها بس ديبيان على السيرفرات لا يعلى عليها استقرار وخفة وما في أي شي غلط فيها بحالة وبونتو إذا كنت عمالك تستخدم نسخة السيرفر يعني وبونتو سيرفر فالخطوات 99% متشابهة وطبعا كل الخطوات والأوامر اللي رح نستخدمها اليوم رح تكون موجودة بسندوق الوصف رح يكون في رابط رح يوديك للجيت هاب الخاص في رح تلاقي في المقال اللي بيشرح لك الخطوات وحدة بوحدة بستثناء كيفية إعداد السيرفر اللي رح أحكي عنها هلأ هلأ أنت ممكن أنك تعمل النيكست كلاود أو التخزين السحابي على كميوتر موجود عندك بالبيت بس المشكلة اللي رح تواجهك أنه ما رح تكون قادر أنك توصل لهذا السيرفر من بره البيت لأنه رح يكون لازم يكون في عندك static IP لازم يكون في عندك روتر بيدعم الport forwarding وهي الأشياء بأغلب المنازل ما لها موجودة يعني حتى الstatic IP بالأساس غالي غير ال dynamic IP لهذا السبب أنا رح استخدم لينود لحتى ثبت السيرفر عليه طبعا لينود ما لها راعي للقناة القناة ما في لها راعي غير مشاركاتكم وأعجاباتكم وتعليقاتكم ما في عندي أي راعي للقناة ولكن أنا اخترت لينود لأنه يعني خدمة ممتازة وما في عندي أي مشاكل معها وللناس اللي حاب تجرب هاي الطريقة ممكن أنه يستخدموا الرابط الموجود بسندوق الوصف اللي رح يعطيك رصيد على لينود بقيمة 100 دولار لحتى تنشئ السيرفر الخاص فيك وهدمة التخزين السحابي الخاصة فيك فهلأ خلينا بدون أي تأخير نبتدي مع لينود طبعا إذا ما كان في عندك حساب على لينود فلازم أنك تعمل حساب فخليني أنا بالبداية باعتبار أنه في عندي حساب فخليني نعمل تسجيل الدخول ونقوم بإنشاء السيرفر فرح يجي وقال له create لينود رح نختار متل ما حكيت بدي أعمله ديبيان فرح يكون ديبيان 11 الإصدار الأخير ولازم أني اختار المنطقة اللي موجود فيها السيرفر بس أنا رح اختار واحد من الولايات المتحدة نوعا ما قريب علي بعدين رح رح روح للبلان اللي بدي إياها رح 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 مع فيديو اليوم رح امشي مع شيرد سي بيو رح اختار بس واحد جيجا وخمسة وعشرين جيجا واحد جيجا من الرام وخمسة وعشرين جيجا من من الستوريج طبعا هاد ممكن انك ممكن انك تحط الخيار اللي بدك يا بس مثل ما حكيت اللي رح يستخدموا الرابط الموجود فيه عندك 100 دولار انت حر انك تستخدمهم بالشكل اللي بدك يا فنحنا مع هاد الفيديو رح نروح مع الخيار الأرخص وبعدين لازم اني اعطي لابل او اسم فرح نقول nextcloud-tutorial وبعدين لازم اني حط كلمة سر للروت فبنحط كلمة سر تكون قوية وبعدين رح اجي لآخر الصفحة وقال لهو create لنود هلا بهي الأثناء رح يتم انشاء السيرفر رح يعطيني IP باستخدام هاد الـ IP رح نروح ونعمل SSH لهات السيرفر طبعا لازم يكون في عندك الـ SSH مسبت على جهازك فهلا متى ما اللي شايف انه عماله يعمل الـ Provisioning بعدين رح يعمل بوت بس انا متى ما اللي شايف انه شرطا صار الـ IP جاهز هلا رح نستنى لا يخلص وبعدين نستخدم الامر اللي التاني اللي هو الـ SSH لحتى لحتى نوصل لهات السيرفر فخلينا ننسخ الرابط طيب هلا صار السيرفر جاهز فبعد ما نسخت الامر رح نعمل عملية لسق بالترمينال ورح نقول له يس لحتى يوصل لهات السيرفر رح اعطيه كلمة السر اللي حطيتها للروت وهلا هون اول شي لازم اني انشئ مستخدم على هات السيرفر لانه هو حاليا ما موجود عندي غير المستخدم الوحيد اللي هو الروت وطبعا من غير المحبب ما لازم ابدا انك تستخدم الروت فاول شي رح اقل له يوزر اداش جي لور كيس بعدين رح اقل له يوزرز بدي هاد المستخدم يكون موجود بمجموعة اليوزرز وبعدين رح اقل له داش كابتال جي ورح اقل له سودو لحتى يكون في عنده صلاحيات سودو بعدين رح اقل له داش ام وعطيه اسم المستخدم لازم اني اعطيه كلمة سر لهاد المستخدم فرح اقل له باس دابليو دي واسم المستخدم رح حط كلمة السر وبعدين رح اعيد كلمة السر طيب وهلأ رح اطلع من الروت وادخل بالمستخدم اللي جديد فرح نقله اكزيت ورح ارجع للأمر الاخير واستبدل الروت رح استبدلها باسم المستخدم اللي عملته كمان رح اعطي كلمة السر للمستخدم هلأ اول شي بدي اعمله هون خليني غير الصدفة اللي عماله يستخدمها لانه حاليا عماله يستخدم الاس اتش وبتعامل معها صعب فرح اقل له سي اتش اس اتش داش اس رح اقل له سلاش يو اس ار سلاش بين سلاش باش بعدين سبيس ورح اعطيه اسم المستخدم رح يطلب مني كلمة السر هلأ تم تغيير الصدفة لازم اني اطلع مرة تانية وارجع اعمل تسجيل دخول او اس اتش من اول وجديد فهلأ صرت مع الباش هلأ كافة الخطوات اللي رح نعملها من الان وصاعدا الخطوة الاولى اللي رح نعملها قبل ما نروح للجيت هاب هي اني اعمل تحديث للنصام فرح نقل له سودو ابت اوبديت اند اند سودو ابت اوبغريد كمان رح نعطي كلمة السر ومنستنى ليخلص التحديث هلأ عملية التثبيت هي بغاية البساطة انا في عندي ثلاث خطوات اساسية الخطوة الاولى اني انشئ قاعدة بيانات لحتى يتم حفظ البيانات والملفات فيها رح نستخدم الماي سيكويل او الماريا دي بي وبعدين لازم يكون في عندي سيرفر اللي هو الاباتشي بحالتنا رح نستخدم الاباتشي الويب سيرفر الاباتشي وبعدين لازم يكون في عندي النيكس كلاود بحد ذاته اللي رح نقوم بتثبيته بشكل يدوي انا ممكن اني استخدم طرق تانية طبعا مثل ما حكيت على الينود اذا بدك في عندهم ماركت بلايس انت ممكن مباشرة انك تستخدم انك تثبت النيكس كلاود بضغط الزر واحدة بس ما رح يكون الاصدار الاخير طيب بعد ما خلص التحديث كل الخطوات اللي رح نعملها هي عبارة عن نسخ ولسق لحتى تكون العملية بسيطة بالبداية لازم اني ثبت كل البرامج اللي بدي اها فرح انسخ هاد السطر ونعمل له عملية لسق كمان منستنى لحتى يخلص تثبيت البرامج مثل ما لي شايف من هاي البرامج اللي عمالي سبتها في عندي البي اتش بي في عندي الاباتشي وفي عندي الماريا دي بي وبعدين الامور التانية او الديبندنسيز التانية هي عبارة عن موديولز للبي اتش بي او للاباتشي هلأ انا ما لي خبير لا بالماريا دي بي ولا بقواعد البيانات ولا بالاباتشي ولا باي شي تاني وانما هاي الخطوات اللي حصلت عليها من الدكومنتيشن الرسمية الخاصة بالنيكست كلاود ومن عمليات البحث اللي عملتها يعني اذا في عند الناس اللي بتعرف اكتر مني بهذا الموضوع ياريت انها تساعدني وتقلي اذا في اشياء عمالي اعملها غلط بهذا الفيديو وبكون ممنون لكم طيب بعد ما خلصت من تثبيت الحزم اللي بدي اياها الخطوة اللي بعدها ما لها خطوة الزامية لعمل السيرفر بحد ذاته بس باعتبار انه السيرفر رح يكون مفتوح على الشبكة فاكيد لازم اني احميه بالجدار الناري فرح نثبت الفايروول ونفعله ولازم اني يضيف رولز باعتبار انه انا عمالي استخدم SSH لحتى اوصل للسيرفر فلازم اني اسمح للSSH وباعتبار انه الاباتشي انا رح افتحه بس على البورت 80 يعني ما رح يكون في عندي السكيور بس رح يكون في عندي الHTTP ما في عندي الS بالنهاية ليش ما رح نعمل له السكيور او ما رح نحط رخصة SSL لانه للحصول على رخصة SSL لازم يكون في عندك دومين او نطاق انا باعتقادي انه اغلب الناس اللي عمالها تتابعني ما في عندها اي نطاق محجوز فمعليش اليوم ما رح يكون الموقع مؤمن بس لاستخدامنا الشخصي يعني انا بعرف انه انا الوحيدة لعمالي استخدم هاد الموقع بس مثل ما حكيت لازم التنويه انه ما عملنا نعمل اي عملية سكيور بس الجدار الناري اساسي وضروري جدا فخلينا نجي لاوامر الجدار الناري وكمان مجرد عملية نسخ ولسق طيب وهلا صار عندي الجدار الناري جاهز وشغال الخطوة الي بعدها مثل ما حكيت هي انشاء قاعدة البيانات فالامر الاول رح نجي لاسطر الاعداد البسيط لقاعدة البيانات فرح ننسخ الامر الي هو مي سيكويل سكيور انستوليشن هلا بالنسبة للباسورد نحنا ما في عنا لسه اي مستخدم فرح نقل له انتر لحتى ما يعمل اي كلمة سر وانا ما بدي يكون في عندي اليونيكس اليونيكس سوكت فرح قل له ان لهيه الناو وبعدين ما رح نغير كلمة السر لانه رح نقوم بانشاء مستخدم ما رح نقل له ايه الناو بس بالنسبة للريموفabe انانمية سيوزر رح نقل له يس بالنسبة للدي سيالاو روت لوجين كمان اكيد لازم اي له يس وبالنسبة ريموف 체يتاتابيس كمان رح نقل له يس بالنسبة للخيار الاخير لو卜ر الناو بريفلج فرح نقل له يس كمان وهلا صار في عندي الاعداد البسيط لاماي سيكويل بعدين رح نجي للأمر اللي بعده اللي رح ندخل لصدفة الماي سيكويل أو الماريا دي بي فرح انسخ هذا السطر أو الأمر ورح نقول له أوكي هلا أنا هوم موجود ضمن الماريا دي بي كمان رح يجي وانسخ هاي الأسطر الموجودة بهذا المكان بالكامل رح انسخ الأمر الأول لهذا لحتى أقوم بإنشاء قاعدة البيانات بحد ذاتها قاعدة البيانات سميتها نيكست كلاود طبعا في عندي كورية داتابيز نيكست كلاود اللي هو اسم القاعدة ولا ننسى النقط الفاصلة المنقوطة بنهاية السطر لحتى شوف شو هي قواعد البيانات اللي موجودة عندي رح انسخ السطر الثاني كمان رح له لسق ورح نشوف أنه النيكست كلاود موجودة ضمن قواعد البيانات بعدين رح انسخ السطر الثالث لحتى أعطيه صلاحيات لقاعدة البيانات فرح انسخ هذا السطر ورح اعمل عملية لسق بس بهذا السطر رح اعمل تغيير وحيد اللي هو بعد الـ identified by الـ password لازم أني غيرها لازم أني حط كلمة سر احمي قاعدة البيانات لازم تكون كلمة سر قوية جدا لازم تكون كلمة سر قوية جدا لازم تكون كلمة سر قوية جدا فرح اغير كلمة السر طبعا كلمة السر هاي رح تكون مخفية ما رح تشوفوها طيب بعد ما خلصت من هاد الـ الامر اللي عطيته الصلاحيات رح ايجي للأمر الاخير ورح نعمل عملية لسق ورح قل له للأمر الرابع اللي حتى اطلع من الصدفة هلا هيك منكون خلصنا من الخطوة التانية اللي هي إنشاء قاعدة البيانات او الخطوة الاولى هلا منيجي بعدين لازم أني حمل الاصطار الاخير من الـ next cloud هلا لحتى حمل الاصطار الاخير من الـ next cloud طبعا الرابط او الامر موجود هون بس أنا الرابط من وين رح جيبه رح ايجي لموقع next cloud اللي هو install nextcloud.com install رح يكون الرابط بيسنده الوصف رح ايجي لنهاية الصفحة للمكان اللي موجود في عندي الـ community projects رح ايجي لقسم الـ archive ومنه رح اضغط بالزر اليمين على get zip file رح قل له copy link ورح ايجي لهون نحنا من ضمن البرامج او الحزب اللي سبتناها ثبتنا الـ wget فرح قل له wget واعمل عملية لسق لهذا الرابط وهلا اذا عملت له ls رح شوف انه الملف صار موجود لازم اني فك الضغط عن هات الملف فكمان نحنا من الحزب نزلنا الـ unzip فرح قل له unzip lattice.zip هلا تم فك الضغط واذا رجعت وعملت له ls رح شوف انه صار في عندي مجلد شديد اسمه next cloud هلا هاد المجلد لازم اني انسخه للمسار الصحيح اللي رح يكون slash var slash www اللي هو الامر اللي هون فرح انسخ هاد الامر رح اعمل عملية لسق هلا صار بمكانه الصحيح بعدين لازم اني روح لهاد المسار فرح قل له cd slash var slash www هلا اذا عملت له ls رح شوف انه في عندي next cloud موجود بهاد المكان هلا الشي اللي ما عملنا ولازم نتأكد منه نشوف اذا كان هلا نحنا ثبتنا الـ apache فخلينا نشوف اذا كان رح يفتح عندي هاد الموقع او لا هاد السيرفر او لا اذا رجعنا للينود فانا في عندي هاد الـ ip اذا نسخته واجيت للمتصفح وعملت له عملية لسق مثل ما هي بدون اي شي تاني فرح شوف انه عطاني انه الموقع غير مؤمن غير secure انا بعرف لاني ما حطيت له اي رخصة ماشي رح قل له كمل ل الـ http site ومثل ما اللي شايف هاد الـ apache الافتراضي اللي بيشي مع الـ debian فالسيرفر شغال خلينا نكمل مع الخطوات هلا نحنا بعدين صرنا بهاد المكان لازم اني غير صلاحيات هاد المسار او هاد المجلد اللي هو الـ next cloud فرح ايجي للسطر اللي بعده الامر اللي بعده وانسخه رح امن له عملية لسق طبعا انا بهي الحالي عمالي غير مين هو مالك هاد المجلد اللي هو الـ www-data هاد المستخدم والمجموعة كمان اللي هي www-data فرح نقول له اوكي صار في عندي الصلاحيات الصحيحة بعدين خلصنا من الخطوة الاولى اللي هي قاعدة البيانات خلصنا من من تنزيل الـ next cloud بحد ذاته ضل عندي بس اني اضبط الاباتشي والـ php فهلا رح ايجي لضبط الاباتشي رح انسخ الامر التالي اللي هو تعطيل الموقع الافتراضي فرح قل له عملية نسخ كما رح قل له control v هلا اتعطل هاد الموقع بعدين لازم اني انشئ موقع جديد او سايت جديد اللي هو الـ next cloud فرح ايجي وانسخ هاد الامر رح نقل له طبعا انت ممكن تستخدم الفيم ممكن تستخدم النانو بس انا ثبتت الفيم لاني التعامل معه بالنسبة الي اسهل بكتير فهلا رح ايجي لهاد الملف ورح انسخ محتويات هاد رح انسخ المحتويات التالية رح اعمل عملية نسخ ورح ايجي لهاد الملف والسقها طبعا متل ما اللي شايف بالنسبة للـ document truth هاد اكتر شي بيهمني والـ directory اللي هنن المسار اللي حطيت فيه مجلد الـ next cloud اللي هو كان slash var slash www slash next cloud موجود بهذا السطر اللي هو الـ document truth وموجود بالـ directory فهلا رح احفظ هاد الملف وبعدين لازم اني فعل بعض الوحدات الخاصة بالـ PHP فكمان رح انسخ هاد السطر واعمل عملية لسق فهلا بعدين نحنا بالبداية بالخطوة اللي قبلها عطلنا الموقع الافتراضي بعدين لازم اني فعل الموقع الجديد او السايت الجديد اللي عملنا بالخطوة اللي قبلها اللي كان next cloud بحد ذاته فرح انسخ هاد السطر واعمله عملية لسق هلا ضل عندي اني اعمل اعادة تشغيل الاباتشي للسيرفيس بحد ذاتها فرح انسخ السطر الاخير اعمله عملية لسق وهلا ما ضل عندي غير اني اعمل شوية اعدادات للـ PHP هاي الاعدادات المطلوبة من الـ next cloud لحتى يشتغل بالشكل الصحيح فهلا رح انسخ هاد الامر متل ما لشايف انه فتح لي ملف الـ php.ini اللي بدي اعمله بهذا الملف اني اجي لكل واحد من هالمعطيات اللي موجودة عندي من هالأسطر الموجودة عندي اغير قيمتها للقيمة الموجودة على يمين السطر فهلا رح اجي وغيرهم واحد واحد ما رح خليكن تشوفوني انا عمالي غيرهم سطر سطر بس رح نشوف اول واحد فرح اجي واعمله بحث عن الميموري اللي كانت موجودة بأول سطر رح اغير هاي القيمة للـ 512 وكمان رح اجي وامشي فيهن واحد واحد وغيرهم حسب القيم اللي موجودة على يمين السطر طيب وبعد ما خلصت من تعديل هاي القيم ضل عندي اني عيد تشغيل الـ Apache مرة تانية فرح اجي للأمر الاخير بهذا الملف وعمل له عملية لسق هلا اذا رجعنا للمتصفح ورجعنا لعنوان الـ IP اللي كنا حاطينه وعملت له اعادة تشغيل او اعادة ريلود لهي الصفحة شايف انه صرت موجود ضمن الـ لازم اني انشئ مستخدم جديد هاد ليس قاعدة البيانات اللي انشأتها هاد المستخدم اللي رح يوصل لهاد الملف خليني انسى بعد الترمينال فهلا رح انشئ مستخدم جديد ورح اعطيه كلمة سر طبعا هاي كلمة السر مختلفة عن كلمة السر الخاصة بقاعدة البيانات وبعدين رح نشوف بالنسبة للـ Database User هاد اللي انشأناه لقاعدة البيانات اللي كان اسمه Next Cloud بالنسبة لكلمة السر هاي كلمة السر المعقدة والمعقدة والمعقدة اللي حطيتها لقاعدة البيانات فكمان رح حط كلمة السر وبعدين بالنسبة لإسم قاعدة البيانات كان Next Cloud طيب بعدها رح اضغط على الزر الـ Install وهلا منستنى انه يقوم بوظيفته السحرية ويعمل الاشياء اللي لازم انه يعملها انا ما ضل عندي اي شي اني اعمله هلا رح قل له انه يثبت البرامج الـ Recommended رح اضغط على الزر الكبير وراح كمان متل ما شايف انه عماله يثبت لي تقويم عماله يثبت كالندر Contact Mail Office Talk يعني هو هلا مبدئيا عماله يعمل الاعداد المبدئي للـ Next Cloud هلا متل ما شايف صرنا موجودين بالـ Next Cloud بكل فخر صار في عندي خدمة تخزين سحابي شخصية مملوكة من قبلي انا بس ما حدا تاني عنده امكانية انه يوصل لها هلا اذا اجيت لاسم المستخدم واجيت للـ Administration Settings رح يعطيني تحذير مهم جدا انه انا ما في عندي Secure SSL نحن ما عملناها لانه متل ما حكيت انه لازم يكون في عندي نطاق هلا الخطوة ما قبل الاخيرة قبل ما نختم الفيديو هو انا من غير المنطقي انه كل مرة بدي ادخل للـ Next Cloud او لخدمة التخزين السحابي اني حط الـ IP لانه بعد خمس ثواني رح انسى شو هو هاد الـ IP طيب انا ما عندي نطاق ما ليحاجز اي نطاق ممكن اني استخدم ما يدعى بالـ Dynamic DNS اللي رح نلاقي واحد مجاني ورح نربطه مع هاد الـ IP هلا انا اللي بيستخدمه شخصيا اللي هو عن طريق موقع الـ No IP فرح ايجي لهاد الموقع noip.com هاد الموقع بيعطيني بالخيار المجاني او بالحزمة المجانية بيعطيني 3 DDNS وبس مشكلتها انه هاد الـ DDNS بيتغير 3 شهور فلازم انك تغيره كل فترة والتانية هلا رح اعمل تسجيل دخول كمان ما في اي دعم ما في اي رعاية من قبل الـ No IP بس انا بيستخدمه لاني اللي بعرفه وكمان بهات الموقع اذا ما عندك حساب رح تعمل حساب متل ما اللي شايف انه في عندي ممكن انه يكون في عندي ثلاثة host names فخليني ايجي واضيف واحد جديد رح اقل له create رح اعطي اسم للـ host name رح نقل له anti cloud ايا يكون ممكن انه يكون بحجوز فخلينا نقل له تيوت بالنسبة للدمين انا في عندي اكتر من واحد فري ممكن اني اختار منهم باعتبر انه نحن ما في عندي حساب مدفوع فرح نختار اي واحد من هدول اللي فري انا رح اروح مع اول واحد اللي كان هو ddns.net بالنسبة للـ IP اللي هو الخاص بالسيرفر اللي عملنا فرح انسخوا من هون واعمل له عملية لسق وبعدين رح اقل له create host name طيب هلا صار عندي هاد الـ host name موجود وشغال طيب خليني حاول اني ادخل منه لو اجيت ونسخته واجيت وفتحت صفحة جديدة او تاب جديدة فكمان بعرف انه مالو سكيور وشايف انه ما سمح لي ادخل لهاد الموقع هلا شايف انه الرابط بحد ذاته اشتخل بس الـ nextcloud ما سمح لي اني ادخله هاد رح نحلها مباشرة خلينا نرجع للـ terminal انا لسه موجود ضمن السيرفر فهلا اذا انا موجود ضمن مسار الـ var www اذا قلت له pdw رح شوف اذا قلت له ls-la في عندي الـ nextcloud رح قل له sudo vim ضمن الـ nextcloud في عندي مجلد اسمه config رح قل له nextcloud config وضمنه في عندي ملف اسمه config.php رح ايجي لهاد الملف وبالسطر اللي موجود في عندي الـ trusted domains في عندي array شايف انه الـ ip موجود بس الرابط ما له موجود فرح انسخ هاد السطر ورح اغير الرقم حط الرقم واحد ورح ايجي له ضمن اشارة الـ quotation رح حط الرابط اللي عمالي استخدمه فرح انسخ هاد الرابط ويجي هون اعمل له عملية لسق هلا بالنسبة للـ http هاد الكلام ما بديه فرح انسخ رح احزف هاد القسم ورح احزف الـ slash بالنهاية رح احفظ الملف هلا اذا رجعت للمتصفح وعملت refresh لهي صفحة فرح شوف انه صرت قادر اني ادخل ورح ارجع اعطي اسم المستخدم وعمل عملية جيل الدخول وبهاي الطريقة اذا بدك كل تلت شهور تغير الـ ddns تعمل hostname جديد بتغيرها اذا بدك تحجز نطاق اكيد رح يكون افضل رح يكون ثابت ودائم ورح تقدر تضيف رخصة ssl كمان رح يكون افضل بكتير وكتير ومثل ما حكيت اذا كنت بدك تعمله على سيرفرك المنزلي ممكن انك تعملها بس رح يكون في عندك خطوات بدك تعمل port forwarding وبدك تروح لموقع مثل cloud flare وتروح مع zero trust ما بعرف شو يعني ما لي خبير بهاي الامور وبالاساس من غير المفضد انك تفتح شبكتك المنزلية للانترنت فخلينا نستخدم اي موقع اي مزود خدمة مثل مثل الفولتر مثل اللينوت اللي بيعجبك وبالنسبة ايلي شخصيا اني ادفع خمسة دولار شهريا يعني افضل بكتير ما انه تكون بياناتي موجودة عند شركة مثل جوجل او مايكروسوفت وعمالها تستخدمها لتتجسس علي وتبيع هاي البيانات الأطراف التالتي بي اهداف ربحية يعني انا هيك بكون مرتاح اكتر ياربي كون الفيديو عجبكن وبتمنى انكن تجربوا هاي الطريقة يعني على سيرفرك المنزل اللي عملها اذا ما بدك تشارك بياناتك برا البيت عملها اذا في عندك اي جهاز عندك راسباري باي عندك اي جهاز ما عملك تستخدمه عملها عليها وبرى البيت يعني ما رح يكون في عندك وصول للبيانات بس وقت اللي بترجع لبيتك تستخدمها هات كان كل شي بالنسبة للفيديو بلتقي فيكم بالفيديو الجاي وبأمان الله اشتركوا في القناة